الجدة للأم الجدة للأب وبعد الحرم صحيح أن القانون أعطى أولوية في الحضانة لكن لم يخلّل الطفل يكون مرتاح فيه إشكالات بعد تعديل أخير هذه المادة أولا قبل أن نجاوبك مع السؤال أنه الموضوع خاصة نقوله تناول موضوع الحضانة الحضانة التي تكون دائما للطفل القاصر نقول الطفل القاصر بمعنى سواء يكونوا ذكر يعني البنت أو الولد السنة التي يحتاجون فيها الطفل إلى رعاية سواء نقول لك من الوالدين ورعاية من الأسرة ككل يعني الأسرة الممتدة إلى غاية الرعاية حتى في المجتمع ككل لماذا لأن الطفل إذا كان القانون المفروض أن القانون فيه نصوص قانونية خاصة بالطفل يعني كرس القانون هناك يعني كرس له حماية حماية منذ ولادته إلى غاية يعني الوصوله أو بلوغه لسن الرشد الحماية التي بالنسبة التي أعطاها المشرع لذلك الطفل حماية أثناء يعني لما يكون هناك نزاع قضائي أو في نزاع بين الطرفين أو حتى في حالات هذه النزاعات التي قد تكون بين الطالقين ربما نتائجها تمتد إلى الأبناء القصر يعني إلى الأبناء لدائما يكونوا نقول الأبناء الذين يكونون ضحية طلاق أو ضحية انفصال بين الزوجين ذلك الإشكالية لا تطرح في كيفية أو في الوسيلة أو في الأدات أو الطريقة التي يتم بها فكر رابطة الزوجية لماذا؟ لأنه فكر رابطة الزوجية بين الطرفين بالطريق التاراضي حسب المادة من 48 من قانون الأسرة سواء بالتاراضي أو بالطلاق بإرادة الزوجة المنفردة أو بالتطليق بطلب من الزوجة بعدما تثبت عنصر من عناصر التطليق التي يعملها في حوالي الجهة على سبيل الحصر في المادة التي لما تكون المرأة تطلب التطليق بمعنى أنها تثبت الضرر أو بطلب من الزوجة عن طريق الخلع كل هذه الوسائل دائما نقول نتائج الطلاق لا نحوش نمشيوش لأنه موضوع تعليم الحضانة ودائما الحضانة لما يسمح الطفل راهينا نقول راهينا يصبح عبارة عن وسيلة انتقام بين الزوج والزوجة الإشكالية أين تكمن تكمن في أن النصوص على الرغم نقول على الرغم من وجود نصوص قانونية مكرسة لحماية الطفل لما الامتداد النزاعات اللي يكون هو ربما يصبح ذلك الطفل يعني النمو انتعه بعد الطلاق يكون نمو غير ساوي بمعنى سواء البناء النفس انتعه أو البناء الجسمي تاعه يعني نشوفه بأنه دائما بداية النتائج اللي من بين النتائج اللي تكون أو اللي ربما يتعرض لها الأبناء في الصغر بدون تستريب المدرس وبعد يدخلوا ببالجريمة ببالانحراف يعني دائما نقوله هنا الأسباب تاع الطلاق هنا الاشكالية تكمن انه اليوم يعني بغض النظر على وجود النصوص ولكن يجب على كذلك النصوص القانونية في قانون المصلة في حد ذاته لانه الترتيب غير مهم الترتيب اذا كان المشرع اعطى مصلحة المحظون يعني قيمة معينة يعني انه مصلحة المحظون هي الاولى انه القاضي لما يجي يفصل دائما يبحث على مصلحة المحظون لانه حتى في بعض الحالات انه هناك تحايل على القاضي من طرف من طرف طرفين الحاظم اكتر من طرف لا مش بالضرورة الحاظم لانه احنا القاضي عنده نص القاضي مقيد بنص لانه بعض التبريرات التي يتقدم بها تتقدم بها سواء الزوجة او الزوج القاضي لا يقتنع بها لانه القاضي غير ملزم بما قدمه احد الطرفين من تبريرات القاضي دائما هنا يكون مقيد بنص هو يبحث على مصلحة المحظون ومدان فيه نص مدان فيه نص يقول لك بانه هناك الترتيب الامه اولى بحضانة الابن اذا في هذه الحالة القاضي رح يطبق هذا النص ولكن اذا اثبت الزوج المدعاء عليه مثلا اذا اثبت بان الوالدة او الام ام الطفل غيره اهل او ليس بإمكانها حضانة هنا في هذه النقطة استاذ نعم الحالات التي طبعا تسقط فيها حضانة الام في القانون تناولها القانون اذا تناولها طبعا الحال لانه كاين اولا كاين اذا سلمت الحضانة للام بموجب حكم قضائي لدائما عادة ان يكون الحكم هو الحكم اللي يقضى بالطلاق او ما يعرف ب الاثار المادية الاثار المترطبة عن فك الرابطة الزوجية اولا عن الطلاق بما فيها نقول بالاطار هي الحضانة الحضانة التي تسند الى الام بموجب حكم يمكن كذلك اسقاطها بموجب حكم بمعنى انه الزوج اذا تمكن اذا تمكن من تقديم وسائل ودلائل وقرائل ويعني قناعات يعني لانه يقنع القاضي بأدلة ثابتة بان الزوجة ليست اهلا لممارسة الحضانة هنا القاضي يدخل دائما القاضي عنده قبل ما يصدر الحكم سوطة تقديرية يعني هنا يستاعي بأهل الخبر والفن دائما يستاعي من في الحالات كما هذه انه القاضي ينتدب مرشيد اجتماعي في الوسط الفضاء الاجتماعي المرشيد الاجتماعي ينتقل الى مسكن الزوجة وينتقل الى مسكن الزوج ويتبع يمشي حتى الى مدرسة المدرسة التي يمكن يزاول فيها دراسة يلعب دور الوسيط هنا ليس الوسيط المناقب هو دور انه يعطي يبحث عن مصرحة المحظون لانه القاضي في هذه الحالة اذا كناك النزاع حول الحضانة يعني بين الاسقاط والابقاء بين الابقاء بالنسبة للزوجة التي لا عندها حكم وبين طالب الزوج لانه يريد بعد تسجيل قيد دعوة يريد اسقاط ذلك الحكم يعني يسقط الحضانة التي قضي بها بمجب حكم هنا رح يجيب حكم اخر والقاضي هنا لازم يشوف مصلحة المحظون لانه القاضي رح يجهل كل طرف يقول بان الاولى وانا اللي قادر باش نعيش الابن في هذا الحالة لانه القاضي رح الوسط الاجتماعي او الخلال المعين في الوسط الاجتماعي يعني المرشد الاجتماعي رح يبحث علاق ما هي العناصر التي يمكن التي تساعد في نمو الطفل نفسيا والعناصر التي تساعد في نمو الطفل ماديا يعني الشكون هو اللي قادر يعني باش يوفر له الماديات بتاعه وكذلك البناء الجسمي لانه مصلحة المحظون اينا تكمل باعتباره القاصر والقانون عطاها نصوص حماه بنصوص خاصة لانه دائما لما نمشي للقاصر يلقى بأنه عنده نصوص خاصة يعني مشي كبار راشد هنا القاضي إذا تمكن المرشد الاجتماعي إذا تمكن يعطى يعني يعطى نتيجة أو ميول بأنه الزوجة غير أهل لحظنة يمكنه إسقاطها وخاصة يقول لك النص يقول لك أنه الحظنة هي في الأصل تسند للأمن في المرتبة أولى وكذلك كي النص آخر في حالة ما إذا أعادت الزوجة في حالة ما إذا الزوجة يعني إجاءها مكتوب عاودت زالة عاودت زالة لكن بأجنبي لكن بأجنبي لا شيء بأجنبي يعني مشي بقرير مشي قرير يعني مشي من درجة معينة يعني يكون يكون غير يعني وخاصة وكذلك ما قلونا بشرط أن لا يتربى على ديني أبيه بمعنى إذن تحصيل حاصل لعنى ما يكون أجنبي يعني تسقط لها بقوة القانون يعني هنا أنا أقصد بالأجنبي أنه بعيد عن يعلي العائلة يعني أنه هنا برغم زواجها وإذا أثبت وإذا أثبت المرشد الاجتماعي المعين من طرف المحكمة بأن 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 التقرير نقوله التقرير أثبت فعلا بأنها ماء على الرغم بزواجها وأن الزوج الثاني يعامل الإبن كأحد أو كأنه ابنه لا تسقط الحظنة في هذه الحالة نعم لا تسقط الحظنة في هذه الحالة إذا ما أثبت أن الأب أو الزوج الجديد يعامل الطفل يعني كأنه ابنه شوف مسألة الحظنة الأول إسقاط الحظنة مقرونة بأجل معين أنه في حالة ما إذا الزوجة كانت وأرادت أن تعاود الزوج المادة أصبت تعاها أيضا في أسباب يعني الأسباب هي يقول أجل لأجل يرفع الدعوة الإسقاط في حالة ما إذا الزوجة عادت الزوج بغير محرم المطلق أو الزوج يمكن له عنده أجل معين تعسانا يرفع الدعوة في حالة ما إذا رفحها وأثبت التقرير القاضي مثلا عيد المرشد وأثبت التقرير الوسطة الاجتماعي بأن مصلحة المحظون يعني مراعاة يعني فيها رعاية وأن الطفل يعني عن الحضنة التي تمارسها الوالدة يعني مع الزوج الثاني يعني وأنه راح فيه أريحية هنا القاضي راح يبحت دائما على مصلحة المحظون هناك حالات قليلة لأن التي تسقط فيها الحضنة عادة أنه لما يكون أو لما يثبت الزوج بأن سلوك الزوجة يعني سلوك غير سوي مثلا سلوك منحارف أو ماديا أو حتى ماديا أنها لا تستطيع إعالة نفسها فكيف لها أن تعيل أبناء آخرين لكن هنا نوقع في مشكلة آخر مشكلة الإثبات ربما القاضي يوقع في مشكل بطبيعة الحال لأن الإشكالية كلها الإشكالية دائما في مسألة الإثبات أعطيك مثال الإثبات لأن النفاق لما نقول الحضانة في بعض الحالات الحضانة والنفاق هم نقطتين أو عنصرين أساسيا دائما مقرونين لما نتكلم عن الحضانة نتكلم عن النفاق لأن الحكم القاضي الذي يقضي بالطلاق دائما يرتب بين الأثار المادية هي الحضانة والنفاق والنفاق لما نتكلم عن النفاق النفاق الغذائية نفاق بس مأكل ومشرب بطبيعة الحال يعني حتى النفاق الغذائية تبقى نفاق الغذائية المقلت يقررونها القاضي للطفل فقط من تاريخي ومش من تاريخ الطلاق من تاريخ رفع الدعو لأنه كانوا عنده في البيت لا يسأل إذا خرجوا يسأل عليهم حتى من يوم اللي خرجوا القاضي يقدر يحكمه من تاريخ الغيبة أو من تاريخ المغادلة أو من تاريخ إحجام المدعي والزوج على الإنفاق هناك الزوجة تحددها بتاريخ ويبقى أنه ملزم بالإنفاق على والده إلى غاية سقوط النفقة شرعا وقال سقوط الموج بالتاحة شرعا أو قانونة بالنسبة لنفقة الإهمال للزوجة تكون من تاريخ الخروج إلى غاية صدور الحكم وفقط أما النفقة التي تبقى سارية المفعول يعني جنبا إلى جنب مع الحضانة هنا تبقى مقررة للأبناء ودائما نقول نفقة والحضانة والنفقة تشمل المأكل والملبس وتشمل حتى الإيجار لما نقول توفير المسكن توفير المسكن أستاذ هو محن نزاعات في المحاكم الجزائرية ما هي ربما العقوبات التي تترتب عن ذلك بالنسبة للأب في حالة عدم تزديد النفقة وعدم توفير المسكن للحضانة شكرا السؤال ويجيه مهم جدا وكي النقطة هنا مذابية يعني ما المنبر هذا نقول بأنه هذا النقطة أنا بالنسبة لك ملاحظة شخصية دائما ناحية العملية دائما تقول تولينا الفرصة نتكلم على النقطة بالنسبة للنفقة إذا أحجم الوالد أو المحكومي عليه بإنفاق على أبلائه هنا الإشكال لا يطرح الإشكال غير يعني إشكال فيه الحال تكون المتابعة الجزائية على أساس المادة من قانون العقل 230 عدم دفع النفقة عدم دفع النفقة مقررة في الإجراءات الجزائية يعني تبقى تجد على سبيل الحصف من بين النصوص التي يمكن للمطلقة أو للزوجة أن تطالب أن تتقدم بالدعوة عن طريق الاستدعاء المباشر يعني في أمور سريعة تبقى المادة 337 مقررة من قانون إجراءات الجزائية يعني مباشرة أممك الجمهورية يتخلص مبلغ الكفالة ويحدد لها مباشرة في الجلسة وبإمكانها كذلك أن تمشي إلى الطريق العادي عند وكية جمهورية وتأخذ وقت أما يعني الإشكال المطلوح بالنسبة للنفقة الإشكال المطلوح لا يطرح لكن الإشكالية التي تطرح في مسألة النفقة هو نقول لك لما يمشي تطبيق تعني الحكم أو تنفيذ الحكم القاضي بالطلاق والقاضي بإلزام الزوج بتوفير مسكن في بعض الحالات في هذه النقطة أنه يتقدم المحكمي عليه بالحكم بتوفير مسكن يقول لك إذا لم يستطع إذا تعذل عليه توفير مسكن يعطيه له المبلغ المالي كمدأ الإيجاب أولا هذه النقطة هذه يجب مراجعة وها لأن القاضي في بعض الحالات على الرغم من تقيوده بالمحكام المدى 79 من قانون الأسرة لأنه دائما القاضي عنده ملف عنده ملف القاضي دائما عنده ملف وقا نعدو وتعفل منه فيما يقدمه الأطراف من إثباتات من دلائل الزوج أثناء المرافعة أثناء سنة يندعوة يقدم بعض الوثائق التي من شأنها تفنيد ما زعم المدعية والمدعية كذلك تقديم بعض الوثائق التي من شأنها تقديم أو تكذيم تفنيد ما زعم المدعا عليه وفي بعض الحالات كيف حتى تشوي بالوثائق يعني يشتبه في صحتها من الناحية تزوير الوثائق قد تصل حتى التزوير قد تصل حتى التزوير تحقيق الهدف لأنه لأنه من أجل أن الزوجة تطالب أو أن تثبت بأن زوجها يعمل بأنه يكسب وبأنه يعني لميسور الحال وبأنه يعمل في شركة أجنبية والله مثلا يعني يعني حتى من أجل إيصال الفكرة للقاضي حتى يحكم لها بمبلغ مرتفع النفاقة وعلى العكس من ذلك أنه الزوج في مقابل ذلك يدير الإقرار يجيب حتى الدلائل بأنه لا يتقاضى أجر وهنا يقدم حتى وثائق بأنه وعلى الرغم من خدمة تعو على الرغم من توفيره أنه يقوم ببعض الأعمال الحرة على الرغم من أنه تاجر ولكنه يتحايل على القانون بطريقة معينة وينصل للقاضي القاضي في بعض الحالات يعني باش ميفتحش باب عنده يحكم بما قدما إليه من إثباتات وهو مقيد دائما بنص قد منذة 79 يحكم بما يتناسب وضعية اجتماعية للمدارع عليه تبقى مسألة تنفيذ الحكم الذي قاضى الذي قاضى بالطلاق وحكماء للمدارعية بالنفاقة للأبناء وحضانة الولدين الإشكالية أين تطرح؟ تطرح أثناء تنفيذ هذا الحكم لأنه في بعض الحالات يمشي المطلق المدارع عليه يقول لك أنه لن يخلص 25 أو 15 أو حتى ينقص مبلغ النفاق يقول لك أنا مقيد فقط بالإنفاق الشهري أما الإيجار يقول لك أنا يروح يجب محضر معاينة ويجب لك عقد إيجار ويمشي القاضي يقول له ويقول له أنا أسقط لي أطلب إسقاط 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 ذلك المبلغ تعل إيجار لأني أني وفرت مسكن ولكن هناك تحايل كذلك لأنه يمشي الزوجة مهنة في العاصمة توقي في العاصمة ويمشي خارج الولاية ويجب لها عقد إيجار خارج الولاية يقول لها يمشي في مكان يعني غير آل حتى بالسكة في بعض الحالات يعني هذه من بعض التحايلات بعض التحايلات التي والتنفيذ لازم الحكم الآن تكمل الفكرة أن الحكم دائما من هذا المنبر نقوله بلي أنه هناك صعوبات دائما في تنفيذ هذه المسألة بالذات لأنه دائما الحكم يكون منقوش يكون ناقص ولكن يجب أن تكون هناك نقاط تعطي حتى نتمكن تعطي آلية لتنفيذ الحكم من أجل الحد من هذا التحايل بالنسبة للزوج وكذلك من أجل الحد من تحايل الزوجة لأنه دائما كلا الطرفين راشدين وفي حال بعض الحالات تصل إلى حتى استعمال الأبناء القصر كسلاح لأجل الانتقاب لغير أستاذ فقط إبراهيم بهلولي بالحديث دائما عن الحضانة بعد الطلاق في مسألة أخرى مسألة حق زيارة الأطفال بعد الطلاق طبعا نتطرح لعديد من الإشكاليات بسبب حق زيارة الأطفال هل يعني طرق لربما مكان الزيارة وقات الزيارة أو فيه فرق قانون لا ما فيش فرق من هذا الجنب هناك بس هناك نصوص خاصة قتلك بأنه الحكم لأنه قانون مسألة القانون الأسرة منظم هذا القانون الأسرة لتعلى آخر تعديل 2005 منظم هذه المسألة حتى القاضي ما عندهش إشكال في الزيارة لما يقضي بها لأحد الطرفين يقضي بها الزوجة قضية لها أو حكمة لها بالحضانة في مقابل ذلك أنه الزوج القاضي لما يمنع ما عندهش الحق بش ما يمتش حق الزيارة للأب لما لا لأنه دائما القاضي يحوس عن البناء النفسي لمصلحة المحضون تكمن في بنائي في العلاصر التي تعطيها وتساعده على أن نكون نمو نتع وسويد نفسيين وجسميين من بين هذه العناصر أن القاضي حتى لما يصدر الحكم بالطلاق وأنه أبغض حلال وأنه سيجلس إرادة الطرفين أو أحد بعد استحالة العشرة دائما القاضي سيشوف الحل ذلك الحل الذي يقرنه بالطلاق دائما ترتب عليه نتائج ومن بين النتائج الحضانة الحضانة إذا قضي بالحضانة للزوجة فكذلك الحق هذا يعتبر حق من حقوق الزوج يجب أن يقضى له وكذلك مسألة التوقيت التوقيت القاضي القاضي كذلك ملزم برعاية المحظو في هذه المسألة لكن الوقت المحدد تقضي يعني في عطة الأسبوع وهذه يخلق مشاكل لأن القاضي يجب أولا قبل ما نصل للقاضي الذي يقرر عن مسألة هذه النقطة هذه مذابية أنا أقول لأنه رأي شخصي رأي شخصي أنه دائما قاضي الأحوال الشخصية لا يجب أن يكون من القضاء الجدد يعني من القضاء الشباب ليس إنقاسا من كفاءات القضاء الشباب ولكن حب هذا أنه مثل مدام أمام لأنه نزاع هذا نزاع يتعلق بنواة المجتمع اللي هي الأسرة ويحب ذلك أن يكون القاضي يعني يكون القاضي عنده باع في الحياة الزوجية عنده تجربة كبيرة في الحياة الزوجية يعني يكون عنده أولاد لما نقضي بهذا الشي لأنه القاضي لما يكون عنده تجربة راح يفرق بين منح زيارة حق زيارة للمدع عليه اللي هو الزوج لما راعي في ذلك السن حتى السن انتعى الطفل لأنه في بعض الحال الطلاق قد يكون طلاق يقع الطلاق والولد المشترك جنيد ما زال ما خلش للدنيا وقد يقع الطلاق والزوجته على فراش الولادة في المستشفى الأثماء الولادة وقد يقع الطلاق أزلاء بعد أسبوع ميلاد الولد المشترك وقد يقع الطلاق بعد شهر شهرين وكل حالة هذه كيف قاضي لما يقرر حضانك في هذه الحالة القاضي راح يكون ملزم في دراسة الوضعية وما قدم له من دلائل إذا قدمت له الزوجة بأنه في بطنها جينين وهناك دعوة طلاق مطروحة السؤال يطرح السؤال يطرح إذا كان الابن يرضع يعني يقولوه يعني يتناول يعني يتناول حالي من صدر الأم وبالتالي هل ممكن إعطاء الزيارة اللي أخو نعطيها لهنا مصباح من الثمانية لخمسة شيء ليعقل لأنه يجب مراعات كذلك دائما القاضي يبحث على مصلحة المحظون ومن جهة الإقراء يوجد أليات وتسهيلات مرتبطة كذلك بالسن تبقى مسألة الأعياد الدينية والوطنية ومسألة الأسبوع نهاية الأسبوع هل أسبوع أسد مشكلة كبيرة في الزيارة يروح مثلا الأب عند الأم في ريال يروح يقول خليني شوف أولادي تغلق عليه الباب هو يوم الجمعة كل شيء مغلوق يروح عند المحد القضاء فيه ثغرات يلقى يدور في حلقات مفردة شوف مختار هذه القضية هنا ليس تتعلق بمصر القانوني ما الجدوى أني أن أعطيك قاضي نعطيك الأسبوع أيام العطل مناصفة وره الإشكال أنه ولدك يعيش عندك 15 أولى تعلق ثلث شهر الأولى ثلث شهر تعال عطل سنوية صيفية أين الإشكال أنه شهر ونص عند يماه وشهر عند الولد وره الإشكالية الإشكال ليس في النص الإشكال في الذهنيات لأنه الذهنيات يقول بأنه هناك نية نواية لأنه عقول بأنه الزواج في حد ذاته الزواج في حد ذاته ويطلق بطريقة خاطئة بطريقة مخالفة للشرع والقانون هذه الحاجة الأولى إثنين الحياة الزوجية الطلاق لأنه دائما يكون مبني على أسباب وعية لأنه أعطيك ميثار بي خلص وصلت الفكرة أستاذ الموضوع شائق ووسع جدا لكن نظرا لذيق الوقت نفصل فيه لاحقا ستكون لنا فقرة ثابتة في برنامج الشروق مورني وسوف نترق لكل هذه المواضيع ونفصل فيها شكرا جزيلا سيد بهلول إبراهيم لحضورك معنا اليوم شكرا جزيلا شكرا إذن مشاهدين الأكريم فقرتنا لازلت متواصلة ونتوقف الآن عند محطة لأبرز الأحداث العالمية